السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات وولئة أمور الصف الأول الإعدادي النهاردة إن شاء الله هنتكلم على حل مشكلة مشروع البحث المدرسي اللي هو طبعا شرط من شروط النجاح في الفصل الدراسي الثاني طبعا زي ما احنا عرفنا في الأيام اللي فاتت اني الطالب هيختار مشروع واحد بس من ثلاث مشروعات المشروع الأول اللي هو عنوانه تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية وفي مجموعة عناصر هتكلم عنها بعدين الموضوع الثاني معانا اللي هو الزيادة السكانية والأمن الغذائي برضو في مجموعة عناصر والموضوع الثالث اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة في النص التاني من الفيديو بإذن الله اللي هو موضوع البيئة عشان فيه ناس كتير في القناة البابس طبعا ان شاء الله بالترتيب هننزل التلات موضوعات علشان انت المفروض ما تاخدش قرار بسرعة طبعا هعمل عن البيئة انت اصبر كده شوف الموضوعات وبعد كده بعد يعني بعد ما تشوف التلات موضوعات وتشوف العناصر قرر انت هتختار انهي مشروع بحسي فيهم وتحاول تركز فيه شوية لان طبعا امبارح السيد الوزير قال ان هو المفروض البحث بعد ما هيتسلم ان شاء الله على اول شهر تسعة المفروض ان هو بيقول الطالب ممكن يتسئل في محتوى المشروع فانت المشروع اللي انت هتحمله او اللي انت هتشتغل عليه او اللي انت هتبدأ تسلمه المفروض ان انت تركز فيه المعلومات بتاعته شوية في مجموعة اسئلة بيجيني في القناة يا مستر انا دلوقتي ممكن اعمل المشروع الوحدي ايوة ما فيش اي مشكلة انت ممكن تعمل المشروع الوحديك طب انا ممكن اعمله انا واثنين من الصحابي وبرضو عادي معاك لحد خمس طلاب يعني ده اول شرط ان المشروع ما يزيدش عن خمس طلاب يبقى ناخد بنا من النقطة دي عادي خالص معانا لحد خمس طيب السؤال التاني هنسلمه ازاي في منصة اسمها ايد مود ونرفع عليها ولا روح نودي المدرسة ولا كده ولا كده السيد الوزير قال يوم واحد خمسة يعني بعد تقريبا اسبوعين الوزارة هتقرر تسليم البحث ازاي ان كان عن طريق النت او ان كان عن طريق ان احنا هناخده ونكتبه بخط اليد ونوديه المدرسة طيب ايه المطلوب مننا الوقت المطلوب مننا الوقت انت تقرر الموضوع اللي انت هتشتغل عليه وانا النهاردة هشرح لكم موضوع البيئة بالتفصيل عايز تنزله نزله وفيه شكل سابت ما ينفعش يتغير هو مشروع محلول وكامل وبالتفاصيل او راح حضراتك دلوقتي طيب بالنسبة للمشروع اللي احنا هنعمله هل ليه شكل طبعا ليه شكل ما ينفعش يتغير ايه الشكل ادي الشكل بتاع المشروع بتاع البحث الشكل بيقول ان اول حاجة في اول صفحة لازم نكتب عنوان الموضوع يبقى العنوان لازم يكون في اول صفحة بعد العنوان على طول هيكون في الرقم التعريفي اللي هو الكود واعتقد ان كل المدارس سلمته للطلبة طيب لو انت ما تعرفش الرقم التعريفي بتاعك هسيب لك رابط اسفل الفيديو هتدوس عليه اتدخل الرقم القومي بتاعك هيجي لك الكود بتاعك كل طالب ليه كود طيب بعد ما هنكتب الكود هنكتب مقدمة عن الموضوع انا هارجل الكلام ده كله بعد شوية بعد ما هنكتب المقدمة هنبدأ ندخل على عناصر الموضوع وبعد كده النتائج اخر حاجة معنا هتبقى المصادر طيب فيه هنا بيقول عدد الكلمات المشروع بتاعنا المفروض يبقى تقريبا من 70 ل 80 كلمة الموضوع ده اللي هو التلخيص بتاعه اللي هو النتائج اللي في الاخر الموضوع نفسه من 700 ل 800 كلمة واللغة الانجليزية في المشروع تكون كام؟ تكون من 40 ل 60 كلمة الكلام ده كله هنعرف ما تشغلش دماغك بيه دلوقتي خالص يعني مالكش دعب الكلام ده خالص احنا النهاردة ان شاء الله في الفيديو هشرح لك مشروع البيئة بنزلولك بالتفصيل ايه المطلوب في مشروع البيئة؟ مطلوب منك بيقولك تضم البيئة العديد من العناصر المتفاعلة بشكل مستمر حيث تتأثر كل ظاهرة بعدد من العوامل بداية من التفاعلات الكيميائية التي تتم في المعامل امتدادا الى النشاط الاقتصادي في مجتمع ما في ضوء دراستك والمصادر المتاحة كون بأعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي يبقى احنا اول حاجة هنكتب مقدمة عن دور التفاعلات الكيميائية والتأثيرها على البيئة وده انا مجهزه لحضراتكم هتشوفوه دلوقتي توضيح اثار الده اول عنصر بعدد لها عناصر الموضوع هنا فيه عناصر اهو هو ده اول عنصر اثار التفاعلات الكيميائية على البيئة وعناصر المناخ المختلفة مع تضمين البحث الاحصاءات والاشكال البيانية التي تعبر عن ذلك تمام ده اول عنصر كتابة نصائح للحفاظ على البيئة باللغة العربية واحدى اللغات الاجنبية عايز منها نصائح على البيئة عربي وانجليزي الاستعانة بما درسته في مجال الرياضيات اه نبدأ بقى الرياضيات الماث هتدخل بقى معنا للتعبير حسابيا او بيانيا يهم شكل حسابي يهم شكل بياني عن احد جوانب مشروعك البحثي كتابة مقال في الاخر خالص قصير توضح فيه المعلومات والمفاهيم التي توصلت اليها من خلال مشروعك البحثي الكلام ده كله انوضحه في الجزء التاني دلوقتي من الفيديو واشروحها بالتفصيل على مهلا خالص ونمشي مع بعض خطوة بخطوة يلا بينا ندخل على البحث المدرسي عن البيئة وهنا طبعا سنقول هنبتدي ندخل على الموضوع اللي انا قلتلكم طبعا نشرحه بالتفصيل اللي هو موضوع من البيئة يبقى النهاردة هنشرح البيئة طبعا وانت بتتفرج ركز متستعجلش وما خامس ده ان شاء الله هنخلص الموضوع فيهم عندك في اسفل الفيديو في صندوق الوصف في رابط بي دي اف ورابط وورد للشرح اللي احنا نشرحه والموضوع ده جاهز عايز تنزله عندك على الكمبيوتر وتغير فيه براحتك مفيش اي مشكلة بلاف وورد جاهز انما الموبايل لا مش هينفع تشتغل على الموبايل لو انت عايز تغير فيه حاجة فيه حتة مهمة جماعة ده اسمه تيمبلت تيمبلت يعني ده الشكل اللي وزارة عايزاه يعني انت ما ينفعش مثلا ايه بتوقيت تكتب موضوع عن البيئة تبدأ لي مثلا بالرقم التعريف لا لازم تكتب كده عنوان الموضوع لو انت عايز تكتب فورا في رسكابة عندك لحد الوزارة ما تقرر هنسلم ازاي برضو لازم اول حاجة تكتبها كده تكتب المشروع الثالث ده ترتيبه رقم ثلاثة يعني البيئة العنوان البيئة تمام هتيجي بعد كده رقم التعريف الرقم التعريف ده انا زي ما شرحته من شوية قلت اللي انت بتجيبه من الرقم القاوم وفيه في صندوق الوصف رابط عايز تروس عليه واتدخل الرقم القاوم وتجيب الرقم اللي هو الكود احنا بنسميه الكود مش عايز عايز يجيبه من مدرسة المدرس كلها نزلته على الصفحات بتاعته تمام طيب احنا هنا المشروع يشترك فيه كام لو عايزين خمسة ماش طب خليك انت هتعمل له وحدك خلاص يبقى تسير وتكتب كده رقم التعريف وتكتب الكود بتاعك انت بس ما تكتبش اسمك مش مطلوب الاسم بعد كده هندخل على دي مقدمة عن البيئة والتأثير التفاعلات الكيميائية طيب انا كاتب لم يأكل انسان فجر حياته تأثير يسكر على البيئة خليك انت المقدمة دي مش عايز باك عايز تغيرها تدخل على النت عادي خالص او من كتاب المدرسة تكتب مقدمة عن البيئة مفيش اي مشكلة خالص معاك اكتب خمس سطور ست سطور زي اللي مكتوبين دولة مفيش اي مشكلة يبقى لازم مشروعك سنقول انا بأكد عنوان الموضوع ركز معاه شوية العنوان بعد كده الكود اللي هو الرقم التعريف بعد كده الايه المقدمة هنبدأ ندخل على عناصر الموضوع عناصر الموضوع يلا كده مع بعض اول عنصر معنا هو عناصر الموضوع اول عنصر كان ايه وراحنا قرنا اولا اثار التفاعلات الكيميائية على البيئة ايه اثر التفاعلات الكيميائية على البيئة طبعا الاصر انا كاتبها طبعا بالنسبة الهواء والغلاف الجوي وهنا فيه تيبل هو فيه جدول اما يوضح لك الاثار اللي هي بتأثرها التفاعلات الكيميائية على البيئة بالنسب الماوية بتاعتها تمام وهنا برضو فيه رسم بياني هنا عندك اما يوضح النسب اللي فوق هنا مثلا نيتروجين 78% 78% كل حاجة هنا معمولة وجهزة في الرسم البياني تمام ده اول عنصر ندخل على عنصر اللي بعده اللي هو اثار التفاعلات الكيميائية على عناصر المناخ تمام هذه اثار التفاعلات الكيميائية على عناصر المناخ مكتوبة برضو الكثير من النشاطات الحياتية اليومية زاخرة بالتفاعلات الكيميائية في احتراق الوقود وتعفن الطعام وتنظيف الملابس ده كله ده بيأثر على ايه على عناصر المناخ طيب لو انتوا فاكرين برضو في بداية الموضوع كان مطلوب نصائح للحفاظ على البيئة باللغة العربية وانت ترجمها لايه للغة انجليزية انت براحتك عايز تغير النصائح دي وتعمل نصائح ابسط من كده تجيب نصائح من على بنك المعرفة تجيب نصائح من على النت ماشي عايز تلتزم بدول ماشي عايز تقلل دول برضو ما فيش اي مشكلة انا ممكن اقرأهم كده انجليش معاكم بسرعة اللي هو تجنب استخدام ملوثات البيئة لذا سوف نقوم ببيان توزيع السكان في مصر والمناطق الاكثر كسافة تكون اكثر ضغطا على عناصر البيئة ادي طبعا المناطق الوجه البحري كله القاهرة الوجه الابلي القناة ومحافظات الاي الحدود وهنا طبعا بالكسافة وعدد السكان وبرضو عمل لها هنا زي ما انتو شايفين رأس بياني حد يقول لي احنا ممكن نستغل النسب دي وناخدها زي ما هي اه ما فيش اي مشكلة خالص عادي لو انت مش عايز تدور او الموضوع بالنسبة لقيت فيه صعوبة ما فيش اي مشكلة ندخل على العنصر الاخير معانا كان عايز مقال قصير يوضح المعلومات والمفاهيم التي توصلت اليها من خلال المشروع البحث تمام طبعا هنا الحاجات اللي احنا توصلنا لها والنتاج وعايزها طبعا ايه برضو نحولها برضو للغة الانجليزية هنا لك التوصلات العديد من المفاهيم الخاصة بالتفاعلات الكيميائية وعلاقتها بالبيئة وذلك ان التفاعلات الكيميائية تدخل في الكسير من الايه من النشاطات الحياتية وهكذا وطبعا دي ترانزليشن الترجمة بتاعتها بالانجليش لو انت عايز تغير الكلام اللي فوق ده تجيب مثلا تلات سطور بس برضو هتضطر ان انت ايه تنزل الترجمة بتاعتهم بالانجليش لو عندك اي استفسار ابعتولي في التعليقات لو عندك كلمة مش عارف ترجمة ابعتلي في التعليقات هرد عليك على طول بترانزليشن ايه بتاعتك اخر حاجة في صفحة المشروع بتاعنا لازم تشمل حاجتين دول ايه هما النتاج والمصادر المصادر اللي انت جبت منها المعلومات نبتدي بالنتاج هنا طبعا الحمد لله دي اصر ليه تماز البحث حدست فيه عن موضوع البيئة وعصر التفاعلات الكيميائية على البيئة عندك التفاعلات الكيميائية دور كبير في تكون المناخ ده كان اول عنصر التفاعلات الكيميائية اثر كبير على المناخ وده كان تالي عنصر ويوجد نصاح حم الحفاظ على البيئة منها عدم القائل القمامة وكذلك قتل عشدار واخر حاجة كانت الكسافة السكانية اثر كبير على البيئة وانتشار الايه التلوث يعني دي العناصر او النتاج اللي احنا طلعنا بيها من كتابتنا للايه للمشروع البحث اخر حاجة معنا طبعا اللي هي الايه المصادر الكلام اللي احنا كتبينه فوق في الموضوع ده احنا استخدمنا فيه كتاب المدرسة واستخدمنا فيه البحث على الانترنت الفيديو لو انت محتاج تدخل برضو وبردو استخدمنا كتاب الكيميا للصف الاول وموجود طبعا على الانت واستخدمنا برضو كتاب الجغرافيا للصف الاول برضو لأيه السنوات طيب انت المشروع ده انت هتنزله عندك هتحمله على الكمبيوتر حابب ان انت تغير فيه حاس ان مثلا ممكن طلبك كتير تعمله لو انت عندك الاحساس ده يعني مفيش اي مشكلة هتبدأ تشيل جزء وتحط الجزء اللي انت محتاجه بس طبعا هتكون لازم هنا تكتب المكان اللي انت جبت منه المعلومة الجديدة طبعا فيه ناس كتير بتقول لي طيب يا مستر احنا ممكن نكتب الموضوع على الموبايل الكتابة على الموبايل ماشي فيه برامج بتكتب على الموبايل بس الموضوع هيكون صعب وان انت تدخل صورة توضيحية او رسم بياني الموضوع هيبقى بالنسبة لك صعب جدا طيب واحد يقول لنا انا جهزت الموضوع خلاص انا وخمسة زميلي او احنا انا ما عندش كمبيوتر هعمل ايه خلاص احنا قلنا انت مش لازم تعمل المشروع البحث اللي وحدك احنا قلنا ان انت تشترك مع خمسة من زميلك اكيد واحد في الخمسة عنده كمبيوتر يبقى تستخدمه كمبيوتر واحد عادي خالص وتحطه فيه الخمس اكوات في الاول اللي حاسنه فيه حاجة مش فهمة وعنده اي استفسار مفيش مشكلة نبرد على التعليقات بتاعتكو اول باول مع تمنيات بدوام التوفيق ان شاء الله وانتظرونا في حل باقي مشاريع البحث في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته